أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف شربيني عن استعداد الوزارة حاليا لطرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج سكن لكل المصريين وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن قطة الوزارة الفترة المقبلة أضف شربيني أنه سيتم تخصيص 60 ألف وحدة سكنية لمحور الإسكان المنخفض فيما سيتم تخصيص 10 ألاف وحدة لمحور الإسكان المتوسط هذه مشروع سكن كل المصريين دولة المصرية الحقيقة وفضوء توجهات فخامة الرئيس بتوليه اهتمام كبير جداً وحجم الإنجاز اللي اتعمل من عام 2014 حتى الآن الحقيقة حجم عمل كبير جداً وضخم وده يمكن أهل هيئة المجتمعات في الوقت أنها تاخد جايزة عالمية على هذا المشروع الحقيقة لأنه فعلاً مشروع مميز وتجربة فريدة يمكن على مستوى العالم كله ما تقررتش الحقيقة بنفس الحجم ده وبنفس الكيفية وإحنا في الإطار ده إحنا حرصين كوزارة الإسكان أن إحنا نستكمل ونبني على ما تم من جهود عظيمة طبعاً وإحنا دلوقتي بنجهز لإعلان جديد هيبقى فيه حوالي 70 ألف وحدة سكنية 60 ألف منها وحدات منخفض التكاليف حرقوا عارفين طبعاً أن سكن كل المصريين عبارة عن محورين محور منخفض ومحور مطاست إحنا هننزل 60 ألف وحدة إن شاء الله تعالى للمنخفض و10 ألف للمتوسط